اهلا بكم في قناتكم المهندس الخطات. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الكمبوننت. هنتكلم عن الاسكتش اوب كومبوننت او المكون في برنامج اسكتش اوب. بداية يعني ايه كومبوننت? هو عبارة عن موديل. الموديل ده ممكن يبقى اي شكل من الاشكال اللي قدام حضراتكم دي اللي تقدر تعملها بنفسك او ممكن يكون موديل انت ده حملته من على انترنت. وهسيب لك فيديو في شاشة النهاية يعرفك ازاي تحمل من على الانترنت. جميل. طب ده بفيدني في ايه? بفيدني في اننا لو عندي حاجة بتتكرر زي عمود زي كورنيشة زي برمأ بتساعدني في التعديل. بتساعدني في التعديل. طيب اعرف ازاي ان الموديل اللي قدامي ده كومبوننت. لو اخترته بتلاقي فيه على يمين جسء اسمه كومبوننت الاخر. ضغطت على السهم اللي جنبه. هتلاقي موجود في هزي القيمة. يعني اي كومبوننت عندك بيكون موجود في القيمة اللي قدام حضرتك دي. ممتاز ممتاز. كمان بيفيدني في ايه كومبوننت ده? اننا ممكن استدعيف اي لحظة داخل البرنامج. يعني لو حبيت ارسم المربع ده مرة اخرى. بضغط عليه كده? بجيبه على طول في المشروع بتاعي. اللي بعده باختاره بجيبه على طول برضو في المشروع بتاعي. وهكزا. ده ببساطة. طيب. طيب بيفيدني في ايه ده? بمنطهة البساطة. لو حبيت اعدل على هذا الموديل. لو ضغط ودخلت جواه حبيت اكبر شوية. اروحت الامر بوش وكبرت شوية. بتلاقي ان الشكل التاني بيكبر معه. اذا هو بيساعدني في التعديل. لو حبيت اغير في الشكل. يعني الشكل بيتكرر معي في المشروع بتاعي. فلما بعدل على الشكل منهم بيساعدني في التعديل. لو حبيت اعمله في هذا الشكل. لاحظ? لاحظ معي اللي بحصل. فدي حاجة مهمة جدا. فدي بمنطهة البساطة فكرة بسيطة عن الكمبوننت في هذا الفيديو. فان شاء الله في الفيديو القادم هعلمك ازاي تعمل كومبوننت وازاي ترسمه وازاي. وفي هذا الفيديو هسيب لك في شاشة النهاية فيديو يعرفك ازاي اصلا تحمل كومبوننت من الانترنت سواء كورسي او ترابيزة او اي شكل انت محتاجه. اشكركم.